في بداية السنوات دراسة علوم المادة كنت نحس بلي هاد التخصص رو يستنزفني أكثر من انو رو يعطيني خصوصا انا مريت مرحلة استنزاف مشاعري وجهد وكلش حاجة فحبيت حاجة لي تضيف لي خصوصا انو وضعية بنتي كيفاش هرأت وجور كان هذك الفكر تاعي كيفاش هنقول لها كيفاش هنفهمها كيفاش فتخلت في واحد المشروع خاص هكا من انفستيت يعني باش نخدم على روحي وغيرها فكان دايما نديرونا يعني واحد الحصص خاصة بعلم النفس دايما هذك الحصص برغم انو المشروع ما ربحتش فيه يعني بصح حسيت رحي باللي ربحت شي جميل داخلي في الظن اللي هو العزيمة الإسرار استثمار داخلي استثمار داخلي كانت الكلمات اللي يقولهم لنا هذك الأستاذ كانت تخلي فيها أثر كبير فبعدها قلت كين هذا الشي أنا نحب دايما نحس بحاجة ملاح علش ما روحش نقرأ حاجة اللي راح توفر لي هذا الشي ونصيبها نصيبها في حياتي ونصيبها نصيبها لبنتي فمن هذك نهار روحت جبت الباك تاعي من الجامعة اللي كنت نقرأ فيها ورحت مباشرة بلا منصق سيحدة واحد بلا بلا ما تقولين خديجة لا قلت لها أكيد أكيد لازم شرفيها أكيد أكيد وشجعتها و هي شجعتني أكيد كان على بالي أنه علوم المادة سعيبة بزاف و كانت يعني مستنزفة فيها و مرحش تمد فيها و شجتها أنه قادرة على علم النفس أنه أمينة في علم النفس تمد معلومات تجربتها ديجا صحة هي أصلا مثال كما قلنا يحتدى به تجربتها كيفاش خدرت تجاوزها من بعد قلنا ولاتنا معالجة نفسية يجوها الناس وتعالجهم وتحفزهم وتطورهم في مرحلة وين بدلت كامل برونش ودرت البسيكولوجي وغيرها كنت ناسيستي في دورات خاصة وين أنا باش أنا عاود نسترجع هذيك الروح اللي اندثرت مني نوعا ما كنت دايما هذو كنت دورات نجينا وخارجينا وخارجينا ويشقرينا ويشقرينا كنت تشجع يعني في غيمون كنت نقلع عنده يعني أساتي ذا كبار في المجال فلقيت روحي في المجال في الجامعة دايما عندي واحد البلوس اللي مددور الطلبة فسبحان الله ربي دايما كي يحطك في محطة فيها حكمة كل المرسل اللي ما خرق على هذه أمرة فتحت نادي علمي في الجامعة ونادي دار هزة إيجابية رائعة سميته نادي الإيجابية دار يعني أشياء دخلت علم النفس الإيجابي كحنا في الجامعة نقرأوا بزافة العلم النفس المراضي نقرأوا غير على المشاكل والإضطرابات النفسية وشفت الطالبة نوع علمه وكانوا أثر عليهم هذا التخصص سوكيدات سلبية وكلمات سلبية كل حاجة فيه نحكو غير على الأشياء السلبية فنادي الإيجابية كان كمتنفس للطلبة وكنت تقنيات اللي نتعلمهم اللي كوتش الكبار والأساتيدة الكبار في علم النفس كنت ندخلهم في نادي الإيجابية وندربوا ونديروا تأملات ونديروا توكيدات إيجابية وصح أي حاجة تعلمتها كنت يزيد تعلميها نتارطاجيها ونزيد نتحقق منها علميا ندرحتها يعني دي تاست قبل وبعد كيفاش يكون طالب كيفاش يكون بعدها ووصقتها يعني صح علميا تجربة هذي لمدة خمس سنوات كنت ندير دي زي بالمون لتحفيز وغيرها وكانت خديجة دي من هي المنشيطة لا إدارت ما يفكر يا بالمون كي نختي إن شاء الله عليكم